اما انت بين بيه بساقاني وبينه بين امين بيه الحاسة اللي خليت قالت الواد ده انا زينا انا ندماني ان انا عملتله ده قرادة ده مش هيسير انا ندماني ان انا عملتله العطا ايه اللي حصل بقى كنا ما عندناش ملعب نعم فكنا نروح نلعب في شباب الجزيرة او نادي الجزيرة ولقيت الفرقة بتتفك وما فيش ناشئين طب اعمل ايه القوضة اللي في ظهر امين بيه اللي اول ما نقلنا في سنة الستة وستين بقى اا عملنا الكلاب هوس الجديد انت الكلام دي كنت بكلمه في صالة راتب صالة راتب كاتصالون هو المبنى الاديم ده ده كاتصالون اللي بظهر اوضة امين بيه ايوه وحتى هو له باب يفتح عليه اه فالقوضة دي تقفلت لان كل النادي تنقل المبنى الجديد المبنى الكماعة التاني اه فانا مرة بفتح القوضة دي لقيت طراب وعنكبوت وبلط قابب وكان فيها زمان كان فيه في القندية شور برزو غير كده اه فقلت له عم مجاهد كان مقاوي القاعد مكانش فيه درهن دا سيولة بتاع قال لي قال لي حضرتك قلت له انا عايز بكرة اجي قليك مكسرلي البلاط بتاع القوضة دي وماخدتش اذن امين بيه انا عملتك ببساطة وطلقائية جيت تاني يوم الصبح اللي هاتي النادي بقلوم سيادة الفريق عايزك اه وكمال بيه رحت لهم كان القوضة المدير النادي دي كان قوضة رئيس مجلس ايوه ايوه لقيت امين بيه قاعد اول ما دخل دا انت فاكروا النادي ايه ايه عايزوا اقول لي نادي اابوك اه 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 استنى استنى بس هامين ان انا نعرف انت عدي فعلا فريق مرتاجي بقى انت فعلا قلت العم الجاه تكسر البلاط و قلت له اه هم تفاجئوا بقى بالكلام انا بقى بتلقى ايه بقى انا عسيت ان انا عملت مصيبة ساعتها اه قلت له اه قال لي ازاي كمال حافظ بقى ازاي عادي ايه با كده ولا ايه قلت له يا فندم بس لاحطة ممكن تسمعوني عملوا اللي انتو عايزين قالوا قلت له النادي الاهلي بقى له ثلاث سنين معندوش صالة اه ومعندناش ناشئين وكل من روح نلعب في نادي يتفضل علينا يمرنا يروح نأجر في مركز الشباب مش وضع النادي الاهلي دا اه وانا عندي بطولة الاهلي اللي ملغية بقى له سنتين اللي ما عنديش ملعب ودي اقدى بطولة في مصر كان بتعمل بطولات بترتبلك ترتيب اللعيبة نعم كمان شهرين فانا خطر في بالي كده كده القوضة دي مقفولة ومندغدغة قلت له كسرها وبلطها واعملوا الفيئة اللي انتو عايزين وبعد كده بس اقدر استفادوا منها نقدر نستفيد بالبطولة دي يا ساتن فريق بس انت جبار برضو حشان تاخدوا القرار دا انا عملت حاجات بقولك فرح بصص كده وداحك امين قال له استنى يا امين قلت له يا فندم النبي بلط القوضة بعدين اعملوا فيها اللي انتو عايزينه قال له بلطها له امين بلطها له قلت له بس اتعود استريحت بلما قال له بلطها له قلت له بس عاصل دا التفكير دا خارج السندوق ها لو انت محدش فكر في الكلام دا قلت له بس اتعودوني بحاجة شوف برضو بشترت شوف برضو الوقت امين ببا قال له ايه عايز ايه تعودك ايه قلت له يعني افتتاح البطولة دي حيبقى اول مرة بعد الثالث سنة النادي القلي ما بيعملهاش فمجلس الادارة برئاسة الفريق ملتجي يفتحوه يفتتحوها ويسلموا الجواز بتاعتها في النهاية البسطة فرح دحكين اه قال له بلطها امين وابتدي تيوب عندنا صالة تنس طولة اه اللي هي مبوضة في صالة راتب دلوقتي ايه اه هي كانت في راتب ما هي كانت في راتب معنى الخطوة الثالثة بقى ايه لما عملنا مدينة ناصر في خمس تلاف متر تحت ال اه امانا لا انا عارف دي بلاد خلينا في صالة راتب الاول فضلت في تلت في راتب لحد ما اتعملت اه مدينة ناصر سنة تلتة تسعين اه بس انت في صالة راتب كانت اه كانت قوضة صغيرة وبدأت خدت بقى اللي قدامها اه ما انا ما بسكتش خدت تلت قوض كل المنطقة دي بقى تنس طولة كل المنطقة دي بقى تنس طولة كل المنطقة دي بقى تنس طولة لقى ما هي خلاني اتكلم صراحة سايا مش بقى كلمك مجاملة اه كان كده بس كانت حطان نهار اه يعني بعد جيل ما عندكش ملعب كنت اخذ لعيبة دي تامنة لا والجيل اللي يعني فيه لعيبة زي اه زي مثلا اه منضوع سلامة ميشي راح لعي في الجزيرة وعاد زي بتوها في كل حتة كده مفيش مفضلش غير العائلات اللي هما متجاوزين بعض دول قلتلك كنا اصحاب اكتر منا يعني ونسافر وروح ونيجي مع بعض انت عابس تقولي ان ساكنك جنب النادي الاهلي ده اللي ساعدك انك تفكر بساعدة هو ده السبب ان انا خش النادي الاهلي وبعدين لما دخدت النادي الاهلي عشقي بتنس الطولة والرياضة انا بقى ايه موراش حاجة باعد في النادي في تنس الطولة اخرى في تنس الطولة طب فيه تمرين في الكرة بتفرج ناشين وكبار تعال بقى في الكرة بقى مين اللي شفته من النجوم كورة القدم اول ما دخلت بقى النادي الاهلي كده وقلت ايه كنت تتمنى ان انا راح له صغير او شاب بيتمنى مثلا بقى ايه مثلا الاعلى مثلا الكابتن صالح كابتن العديل هيك انا كابتن طارق الكابتن الفناجيلي مين اللي انت شفته انا فيه اتنين وانا برا وانا في حدايا لسه في حدايا القبو في مدرسة النقراشي بحب النادي الاهلي جدا وبعشق الماسترو كابتن صالح وبعدين بعشق الضزوي الضزوي كان في بورسعيد يوم ما راح الاهلي حاسيت ان احلامه كلها جمعت في النادي الاهلي فبقيت الضزوي والكابتن صالح وروح الملعب انا اول ما شكورة اتفرقت عليه انا خدني عمي وكان اهلاوي اه وانا عالد انت عندك ولا يهلك ولا اهلاوية وقل لي يا عدلي انا هعمللك مفاجأ ناردة قال لي الاهلي والزمالك المارش بتاعه اول مارش دبيل نصير اذهب النادي الزمالك كان فيه كان في نادي الترسانة او زمالك في نادي الزمالي اللي كان في مصرح البلونج بس اظن كان في الترسانة الان كانش فيه المهم يعني كان في الحتة دي اه وهنخرج على السينما كان هو برضو فيه حتة الفن والرياضة هتسمع بقى عبدالعليم حافظ داخلت فيلم اللي عبدالعليم حافظ خدني الصبح والماتش ده خلص واحد واحد نابينه صير جاب فيه ناجون وقدز وتعادل وبعدين خدني وروحنا السينما اتفرجت على العبدالحال كانت البداية اللي ان انا مفوتش ماتش بعد كده بهديء دي ثقافات عادل برضو لما يكون الاسرة فيها نسبة استقافة فيها عالية فده بيأثر على الاجيال كمان اللي موجودة فيها سواء رياضة او فني او سياسة ده كان وكان روح حلوة واحتضاني بقى بقيت تروح مع الماتشات اروح مع الماتشات وبعدين سبت وبقى وروحت الواحدة لما عزل طيب كملت في تينس الطاولة سبت تينس الطاولة لما دخلت مجلس الادارة ماينفعش فسبت تينس الطاولة وكان بقى كمان اللي ساعد على كده ظهور شخصية لا تقل جنونا وعشقا للنادي الاهلي وهتينس الطاولة عني الدكتور وفيق ميشير يا سلام يا سلام فكابت الوحش بقى كان مدير نشاط الرياض قال اسمع عادلي انت خليك مع الفريق الاول وهو يمسك الناشئية وانتوله مالو كان بقى ولاده ابتدوا يلعبه علاء اه دكتور علاء ومالو بالعكس يكمل ويكمل بعد كده والرجل عمل حاجة يعني يا اخي شوف الناس القيادة في النادي الاهلي ماشي يا ثالثة جدا لا ما صحتي بقالف ايه ما انا بقولك لا يعني كلمة الاهلي فوق الجميع دي ما جاتش من فراخ ولا ايه ما انت مش عارف جات ازاي ومين ما انت مش عارف يا حبيبي عارف 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 انا هنتكلم في كل حاجة دهاردة مش هتسيبك بيت عضو مجلس ادارة عادت عضو مجلس ادارة كم سنة عادت اربع سينما على الفريق مرتجج وكمال بيه فاول ما دخلت كنت مشرف على فريق ايه بقى ما كنش مشرف بقى انت عضو مجلس ادارة عضو مجلس ادارة بس رحت بقى ايه عملت ايه لجان شبابية وثقافة وبتاع قلت اعمل افرغ الشحنة اللي عندي الحاجة اللي انت بتحبها كمال لان هما كمال لما دخلت انا كنت داخل مؤازر للكابتن صالح اه طبعا واول واحد عمل الندوات والميكروفون انا فكنت امسك الميكروفون اقايد الكابتن صالح واستجوب اه العفو يعني مش استجوب يعني اروح ارزل في الندوات بتاعت الكمال بايه والفريق مرتاجي واحد وقال لهم عملتوا ايه وسويتوا ايه محاور لان انا كنت عادت قابليها سنة في كندا وشفت الديبيت ده في انتخابات الامريكاني فقلت اجيبها بقى تبقى تجربة فلما الكابتن صالح جيه كان ما كانش غير كان فيه غير مجالة الاهلي ده سنة لا مجالت لها دي انت اول واحد دي اربعة وسبعيت اربعة وسبعيت السنة سفرت بقى سفرت عادت في كندا عادت في كندا حوالي سبع تامن شهور اه حضرت او تسعة شهور روحت تعمل ايه في كندا كنت ههاجر كنت هتهاجر اه لان ما يعني قلت ايه ما رغم اللي انت فيه في النادي الاهلي وعشخك وجيت من لأ كان حصل لي ظروف شخصية اه ان مستقبلي محدود ايه في مصر اه وانت طموع كنت بشتغل لا كنت بشتغل قطاع عام وانا مش عايزة اكون في القطاع العام شغال ايه في قطاع العام في الشركة الصومع والتخزين في صومعة البابا اه بعدين نفوني الى صومعة اسكندرية وبعدين تلاجة غامرة وقلت ايه ده انا حفظة للمرجاحة اللي انا فيها لك انت جبار اه فكنت مقدم بالصدفة على هجرة اخوتي اللي اتنين سبقوا ما انا عارف كانوا في كندا اه فجال لي الموافقة فروحت بقى في مونتريال مع اخويا طارق كان بيعمل الدكتوراه بتاعته المهم ان انا ايه حضرت الدورة الاولمبية وبعدين والدي تعب رحمة الله عليه فانا راجع اجازة لقيته تعب قول انت حاعد قال لي انت لو جيت بقدري كنت حرشحك مجلس الشعب لان كنا بندور على واحد من العيلة نرشحه وكان هو بقى ايه كان ممنوع من الصف لا كان مخرجينه البلد من سنة ستين لتلاتة وسبعيت ليه كان مخرجينه البلد ليه ايه هتحط تحت الان